استقبل مطار العريش الدولي ثلاث طائرات تحمل أكثر من 75 طن من المساعدات المتنوعة للفلسطينيين بقطاع غزة وقال مصدر المسؤول في مطار العريش في تصريح إن الطائرة الأولى قادمة من قطر وحملت على متنها 9200 طن من المستلزمات الطبية والطائرة الثانية من الإمارات وحملت على متنها 21380 طن من المستلزمات الطبية والزيت والطائرة الثالثة من بلجيكا وحملت على متنها 42825 طن من المستلزمات الطبية وأدوية وحليب بودرة كما أضاف للمصدر أنه جرى تفريغ شحنات الطائرات تمهيدا لنقلها على متن شاحنات للمخازنة الجستية في مدينة العريش لإيصالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ونضيره الفلسطيني عبر بوابة ميناء رفح البرية يذكر أن إجمالية عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ الثاني عشر من أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغة 501 طائرة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية هذا وتواصل مصر جهودها في استمرار دخول المساعدة الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر بوابة معبر رفح التي لم تغلق يوما واحدا أمام دخول المساعدات واستقبال الجرح والمصابين للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل تلفزيون مصري محمود جميل محمود بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك من خلال إيصال عدد كبير من الطائرات اليوم على متنع عدد من المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تحياتي لك يدينا ولكل سادة المشاهدين بالفعل مجهودات مصرية مستمرة فيما يتعلق باستقبال وتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية سواء من المصار البري أو البحري أو الجوي وهناك عدد أيضا كبير من الخدمات التي تقدم للفلسطينيين الذين يأتون عبر معبر رفح وصولا إلى مدينة العريش نتحدث عن أنه بالأمس فقط نتحدث عن أن هناك 584 فلسطيني استفادوا من بعض الخدمات المقدمة لهم في مدينة العريش لكن ما طبيعة هذه الخدمات التي تقدم لهم بخلاف بالطبع المساعدات التي يتم إرسالها عبر معبر رفح هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا اللقاء مع دكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري لفرع شمال سينا دكتور خالد بعض التحية بخلاف المجهود الذي تقومون به في إرسال المساعدات الإنسانية هناك عدد كبير من الخدمات التي تقدم للفلسطينيين داخل مدينة العريش ما طبيعة هذه الخدمات التي تقدم لهم؟ يمكن إحنا في البداية من يوم 7 أكتوبر وحتى اليوم وإحنا بنتكلم على إدخال المساعدات الإنسانية سواء إلى قطاع غزة أو استقبال المصابين والجرحة عبر معبر رفح البري ويمكن كما ذكرت أساسنا فيه أنه فعلا بالفعل الأمس فقط تم تقديم ما يقارب 580 خدمة للأشقاء الفلسطينيين الموجودين داخل محافظة شمال سيناء سواء كان من خلال المساعدات التي تتم داخل المستشفيات المصرية أو داخل الأماكن التي وفرتها محافظة شمال سيناء لإقامة الأشقاء الفلسطينيين سواء كان من العالقين أو كان من المرافقين للمصابين الموجودين سواء داخل المستشفيات أو داخل أماكن التي وفرتها محافظة شمال سيناء لإقامة المصابين هذا بالإضافة إلى المخازن اللوجستية الموجودة معبر رفع البري يمكن أوجه الدعم مختلفة سواء كانت من خلال الدعم النفسي اللي بتم للأسر أو الأطفال نحن عندنا تقريبا مركز للدعم النفسي موجود لتقديم الخدمات النفسية للأطفال الموجودين بالأماكن اللي وفرتها محافظة الشمال السيناء هذا بالإضافة إلى تقديم كافة المساعدات والوجبات الغذائية والمساعدات الصحية والاجتماعية بالتنصيق مع وزارة الصحة ومع أصدقائنا من الجمعيات والمؤسسات الشريكة هذا بالإضافة إلى أنه في حاجة اسمي عادة الروابط الأسرية لـ RFL ألا وهو ربط الناس الموجودين سواء كان المصابين أو المرافقين بأهليهم داخل قطاع غزة من خلال الإطمانان عليهم من خلال عبر التليفونات اللي بتوفرها خدمة الدعم النفسي للإطمانان على ذويهم من المصابين والجرح دكتور خالد يعني الدعم المصري للأشقاء الفلسطينيين لم يكتفي هنا داخل مصر أو حتى بإرسال المساعدات ولكن داخل قطاع غزة وتحديدا في محافظة طيخان يونس الأمر المتعلق بالمخيم الإغاثي يعني علمنا أنه هناك عدد من الخيام التي تم إضافتها للمخيم هناك هناك عدد من المساعدات التي دخلت اليوم أيضا لهذا المخيم مساعدات الإنسانية التي تم لأشقاء الفلسطينيين لا تكون موجودة داخل محافظة شمال سيناء فقط ولكن أيضا داخل قطاع غزة من خلال فكرة بناء المخيمات للناس شمال غزة إلى جنوب غزة من جراء العدوان الإسرائيل على قطاع غزة وبالفعل كانت توجهات القيادة السياسية لإنشاء مخيمات المرحلة الأولى كانت عبارة عن بناء ألف مخيم يسعى لحوالي من خمس تلاف إلى ست تلاف أسرة وتقديم كافة أوجه الدعم الغذائي والصحي والنفسي والاجتماعي ويمكن حاليا إحنا بصدد إنشاء مطبخ كبير جدا داخل محافظة شمال سيناء لتجهيز ما يعادل خمسين ألف وجبة غذاء يوميا لإرسالها إلى قطاع غزة أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء شكرا جزيلا دكتور خالد يعني كما تبعنا مشاهدين الكرام كل هذه الخدمات التي تقدم للأشقاء الفلسطينيين داخل مدينة العريش بعد أن يأتوا بالطبع من قطاع غزة عبر معبر رفح البري فيما يتعلق أيضا بأن هذه البوابة لم تغلق أمام استقبال الجرحة والمصابين حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم وصل إلى معبر رفح البري نتحدث عن 23 مصابا بالإضافة إلى 52 أو 53 مرافقا لهؤلاء المصابين يتم نقل هؤلاء المصابين وفقا لحالاتهم إلى المستشفيات المخصصة لهم في محافظة شمال سيناء وأيضا في مدن القناة والقاهرة وبالإضافة أيضا إلى مطار العريش وإضافة لما ذكرتموه من الطائرات نتحدث عن وصول طائرة إماراتية منذ قليل بالإضافة إلى طائرة فرنسية بها بعض المستلزمات الطبية التي ستذهب إلى المستشفى العائم في السفينة الفرنسية الموجودة في ميناء العريش فإذا نتحدث عن مسارات عديدة تقدمها الدولة المصرية دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع الجنسة محمود جميل لمراسل التلفزيون المصرية شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم